البداية منا دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري واللي أكد النهاردة أنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بشكل عميق وكمان مواصلة المداولات اللي بدأت في قديسة بابا كلام وزير الرأي كان خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة المنعقد في القاهرة وعلى مدار يومين النهاردة بكرة بإذن الله والوزير أكد كمان التزام مصر بالتواصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد وأن مصر عندها إيمان كبير بأن النيل هو رابط للتواصل الأبدي اللي بيوحد شعوب الدول الثلاثة مصر وأثيوبيا وسودان أضف كمان الوزير أن مصر بتعاني من نقص كبير في المياه بيصل لحوالي 21 مليار متر مكعب في السنة وبيتم سد العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وأن مصر بتستورد حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويا وده من أجل سد الفجوة الغزائية